السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مع عزائي الطلاب والطالبات في درسنا اليوم الدرس الأول من دروس الفصل الثالث درس التحليل الإحصائي سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى الدراسات المسحية والتجريبية والقائمة على الملاحظة راح نتعرف إن شاء الله على أنواع الدراسات الإحصائية ونتعرف على الفروقات فيما بينها ومتى نستخدمها دعونا نتعرف على مفردات هذا الدرس طبعاً سنتعلم في هذا الدرس أيها الأخوة الكرام الدراسات المسحية ثم سنتعلم التحيز وأنواعه ثم ننتقل إلى الدراسات التجريبية وبعد ذلك إلى الدراسات القائمة على الملاحظة ثم نتكلم عن موضوع الارتباط والسببية طبعاً تستعمل الدراسات المسحية أيها الأخوة الكرام في جمع البيانات تستعمل الدراسات المسحية في جمع البيانات كلمة دراسة مسحية معنا أني أنا قاعد أجمع بيانات أروح أجمع بيانات من عدد من الناس وبعد ذلك أقوم بعد جمع البيانات بتحليلها ووصفها وترتيبها وتنسيقها واستخراج النتائج منها إذن الدراسة المسحية دائماً تعنى بجمع البيانات وهذا يعني لما أقول لك الكلام وركز عليه هذا معنات أنه دائماً محط سؤال يجيك على شكل صحة وخطأ مثلاً الدراسات المسحية تستخدم في كذا أو إلا في كذا لا دراسة مسحية دائماً تستخدم في إيش؟ في جمع البيانات طبعاً عملية جمع البيانات قد تشمل المجتمع كاملاً وهنا يسمى تعداداً عاماً إذا شملت المجتمع كامل هنا تسمى تعداد عام وقد يقتصر جمع البيانات على عينة قد يقتصر جمع البيانات على عينة محدودة من هذا المجتمع طيب إذا شملت الدراسة جميع أفراد المجتمع وسميت تعدادا عاما طبعا بلا شك أنه سيكون أفضل مني والله روح أنا آخذ عينة محدودة ولكن لماذا نلجأ دائما إلى اتخاذ العينة بدل أن ندرس أو نقوم بالدراسة على المجتمع كامل طبعا هنا أيها الأخوة الكرام حقيقة الموضوع موضوع اقتصادي دراسات هذه مكلفة ماديا دائما المساحيين اللي يروح يجمع لك البيانات هذا اللي ما يروح من البلات وإنما يحتاجون للأرواتب يحتاجونها فبالتالي دائما الشركات مثلا والجهات الحكومية يكون في ميزانيتها مبالغ مرصودة لإجراء الدراسات والأبحاث ولكن هذه الميزانيات طبعا بطبيعة الحال ستكون ميزانيات محدودة ليست ميزانيات مفتوحة وبالتالي يصعب أني والله روحش ما لأنا المجتمع كاملا وأقوم بتعداد عام على نطاق شركة مثلا أو على نطاق منتج أو على نطاق مثلا شيء بسيط وإنما دائما يكون التعداد العام لشيء كبير تقوم فيه مثلا الدول مثل ما تقوم به مملكتنا العربية السعودية يعني كل عشر سنوات تقوم بإجراء تعداد عام لجميع سكان المملكة تجمع البيانات من جميع المنازل في المملكة يأتي المساحون ويطرقون الباب ويطرقون الأبواب ويأخذون المعلومات من الساكنين عن أفراد الموجودين طبعا جميع المعلومات هي بلا شك موجودة لدى الدولة ولكن لتأكيد هذه المعلومات ولمقارنتها أيضا لتنمس احتياجات المواطنين والمقيمين من حيث أعداد الخدمات والبنية التحتية لعموم المواطنين والمقيمين في الوطن الغالي طبعا من هنا تقوم وزارة التخطيط بوضع خططها العشرية والخمسية لمثلا إنشاء المدارس، إنشاء المستشفيات، إنشاء الخدمات، الطرق، تنظيم الطرق كل ما يتعلق بذلك أيها الأخوة الكرام يعني يتم بعد إجراء الدراسة التي هي التعداد العام ولأن هذا التعداد حقيقة مكلف ماليا وأيضا من حيث القراءات فبالتالي نلاحظ أنه يقام في كل عشر سنوات يقام في كل عشر سنوات في المملكة العربية السعودية وكذلك تقوم في كثير من الدول بإجراء مثل هذا التعداد أما على نطاق الشركات أو على نطاق مبسط أو على نطاق حتى جوانب بسيطة ربما تقوم الدراسة على العينة تقوم الدراسة على العينة أني أنتقي عينة معينة وأجمع منهم البيانات طبعا لما أنا أترك المجتمع كامل وأختار عينة محددة من هذا المجتمع يجب علي أن أتأكد أن تكون العينة هذه غير متحيزة يجب أن تكون العينة هذه غير متحيزة ويش معنات معينة متحيزة؟ أنك تروح والله العينة تميل إلى جانب معين تميل إلى جانب معين وبالتالي أروح أكثر من جانب الآخر وبالتالي أروح أدرس وبالتالي أعمم لأن النتيجة في النهاية أنا رح أعممها على المجتمع كامل فإذا كانت العينة اللي اخترتها من جانب معين دون جانب آخر فبالتالي يعني مثلا لو جيت أنا بسوي دراسة على الوضع الصحي مثلا للمواطنين وبالتالي أخذت عينة وكل العين اللي أخذتهم والله من فئة الشباب فبالتالي قلت والله لابن أجي أعمل الدراسة هذه على عموم المجتمع أقول والله الناس اللي عندنا ما عندهم أمراضة والأمراض نصبة الأمراض قليلة في المجتمع السعودي بينما أنا عندي ناس كبار سن وعندي ناس صغار سن عندي رجال عندي نساء فبالتالي لا بد أن عينتي تكون شاملة لجميع أو ممثلة من جميع أفراد المجتمع حتى تكون دراسة دراسة دقيقة طبعا لذلك يجب علي أن ينتبه من عملية التحيز ويجب أن تكون عينتي غير متحيزة فمثلا لو جيتنا أيضا مثلا على نطاق مثلا لو جيتنا بسوي دراسة عن اللعبة المفضلة لدى طلاب المدرسة ورحتنا اللاعبين كرة السلة مثلا وقلتوا ما هي اللعبة المفضلة لديكم أكيد كلهم بيقولون كرة السلة يعني أطوال ما شاء الله عليهم ويرمون بسهولة ما شاء الله عندهم مهارة بيقولوا كرة السلة مثلا هي اللعبة المفضلة بينما لو سويت دراسة أنت بعينة غير متحيزة يمكن تلقى ناس تحب كرة القدم أكثر يمكن ناس تحب التنس يمكن ناس تحب السباحة يمكن ناس تحب يعني في رياضات كثيرة الجري أو خلافة فبالتالي أحنا دائما لما نجي نختار عينة من المجتمع يجب أن تكون هذه العينة غير متحيزة يجب أن تكون العينة غير متحيزة في المثال الأول الآن نريد أن نحدد هل العينة في هذه الدراسة متحيزة أو غير متحيزة مع تفسير الإجابة يلا نشوفها الفقرة قالك سؤال كل عاشر شخص يخرج من قاعة الندوات عن عدد مرات حضوره ندوات ثقافية لتحديد مدى دعم سكان المدينة للندوات الثقافية طبعا هنا أيها الأخوة الكرام قبل القيام بالدراسة وضع هدف للدراسة لا بد أن أضع هدف للدراسة وهدف الدراسة هذا هو اللي يحدد لأينتي اللي أنا أريد أن أختارها لإجراء هذه الدراسة فأنا هنا الدراسة الهدف منها لتحديد مدى دعم سكان المدينة للندوات الثقافية فلما نروحنا لقاعة الندوات الثقافية وأسألهم أنتم تدعموا الندوات الثقافية أكيد جايد قاعة الندوات الثقافية أكيد يدعم الندوات الثقافية ولا شابه في قاعة الندوات الثقافية فبالتالي نلاحظ هنا أن العينة ستكون عينة متحيزة هنا عينة متحيزة متحيزة وكذلك يعني لو أنا أروح مثلا مكان مثلا متوقع فيه أن الناس اللي موجودين ما يروحون أبدا إلى الندوات الثقافية مثلا الناس مهتمين مثلا في الجوانب الرياضية لو أروح ملعب كرة قدم واضح يعني مثلا الغالبية مثلا مهتمين بكرة قدم مثلا والرياضة والجوانب الرياضية فبالتالي هم ما يهتمون في الندوات الثقافية أو مثلا روح إلى البر والكشتات مثلا الناس مهتمين في الجوانب والطلعات والرحلات الخلوية مثلا ما هم مهتمين في الندوات الثقافية كل هذه تعتبر عينات متحيزة إذن كيف أخلي أنا الأيينة عشوائية لابد أن عينتي تشمل ناس من هذه الفئة وناس من هذه الفئة وناس من هذه الفئة روحنا أجمع من جميع هذه الفئات وأقوم بإجراء الدراسة المسحية قال لك فقربي استطلاع أفراد في سوق الماشية لمعرفة ما إذا كان سكان المدينة يحبون تربية الماشية أو لا طيان أنا أبغى سكان المدينة كلهم يربون الماشية وروح سوق الغنى أسأل أكيد بتروح سوق الغنى بتحصل كل الناس تحب تربية الماشية لأن هي يعني زي ما تقول تجارتهم ورزقهم موجود في في هذه التجارة فبالتالي أكيد كلهم يحبون اللي هو تجارة الماشية ويحبون تربية الغنم فبالتالي سنقول هنا أن العينة هنا أيضا متحيزة هنا العينة تكون متحيزة طيب نجي نشوف هنا قالك يحتوي صندوق على أسماء طلاب المدرسة جميعهم سحب من الصندوق مائة اسم عشوائيا وسئل أصحابها عن رأيهم في مقصف المدرسة هنا راح نقول أن العينة غير متحيزة لماذا؟ لأنني حطيت كل طلاب على قدم من المساواة كلهم موجودين والله في صندوق أسمائهم وقعت تلف حق السحوبات تعرفونها وسحبت بعدين أسماء الطلاب اللي أنا أسألهم بشكل عشوائي فبالتالي فرصة اختياري للطالب الأول هي نفس فرصة اختياري للطالب الثاني وبالتالي هنا العينة ستكون عينة عشوائية هنا نسميها عينة غير متحيزة أو ممكن نقول عشوائية والحقيقة أيها الأخوة الكرام أنه عند عملية اختيار العينة هي عملية بشرية وأي عملية بشرية هي خاضعة للخطأ طبعا لا يمكننا العملية البشرية تتم مئة بالمئة وإنما لابد أن يكون فيها خطأ لذلك إن شاء الله راح نتعلم شيء في الدرس الثاني اسمه هامش خطأ المعينة هامش خطأ المعينة يعني لابد أن في أي دراسة أوجدها أني أجد هامش للخطأ أو أضع هامش للخطأ هذا الخطأ ربما أني اخترت شخص بالغلط زدت فئة على فئة معينة راح نشوفها الكلام إن شاء الله في الدرس الثاني خلونا نشوف تحقق من فهمك نفس السؤال قالك سؤال كل لعب في فريق كرة السلة عن الرياضة التي يحب مشاهدتها على التلفاز أكيد يعني لاعبين سلة أكيد يعني يميلون إلى كرة السلة يمكن مو كلهم يمكن بعضهم يحب يشاهد كرة القدم أو التنس الأرضية أو أي لعبة من الألعاب المختلفة ولكن في الغالب طالما أنهم لاعبين كرة السلة يميلون في الغالب إلى كرة السلة فبالتالي هنا العينة ستكون عينة متحيزة عينة متحيزة بهذا الشكل قالك الذهاب إلى ملعب كرة قدم وسؤال مئة شخص اختيروا عشوائيا عن رياضتهم المفضلة كذلك هنا يعني عند رايح ملعب كرة قدم كذلك تروح عينة متحيزة أو مثلا لو كانت مثلا مباراة مثلا بين فريقين جماهيريين مثلا تروح تسأل في المباراة ما هو أفضل فريق في المملكة العربية السعودية مثلا يقول لك اللي يشجعون الفريق هذا بيقول لك الفريق ألف واللي يشجعون الفريق هذا بيقول لك الفريق با بالتالي هنا عينتك طبعا متحيزة جدا فبالتالي لا يمكن أنك تبني دراسة بهذا الشكل طبعا هنا نقول لك لتجنب التحييز في الدراسات المسحية المعتمدة على العينات لا بد من تحقق أمرين الأمر الأول أن تكون العينة عشوائية مناسبة وذلك بأن تكون غير متحيزة وحجمها كبير نسبيا يعني لا تجي والله تقول أنا أبقى أسوي دراسة على سكان المملكة اللي مثلا ساكنين في المملكة تقريبا يوصل عددهم من 30 إلى 40 مليون وروح أختار لخمسة أقول هذول اللي يمثلون سكان المملكة أربية السعودية بلا شك أن هنا العينة لا تنتناسب مع حجم الدراسة لا بد أن العينة يكون حجمها يتناسب مع كبر الدراسة اللي أنت تريد الحصول عليها ويجب عليك أيضا هذا الشرط الأول أن تكون العينة غير متحيزة والشرط الثاني أن يكون السؤال نفسه غير متحيز السؤال غير متحيز كيف يكون السؤال متحيز؟ أحيانا يجيك السؤال يعني يعطيك نص الجواب يعني يعطيك سؤال كذا وفيه نص الجواب يعني زي ما تقول كني أغششك يعني أو أعطيك نازمة تقول نص الجواب كذا فكذا كأني أميل بك إلى أنك تروح إلى جواب معين فهنا سنقول هنا أن السؤال متحيز فمثلا لو جاءك في هذا المثال قال لك يريد خالد أن يحدد أفضل الأماكن للرحلة المدرسية ما الأسئلة التي تعطيه الإجابة التي يبحث عنها دون تحيز جاء حط السؤال قال لك هل تحب الذهاب إلى مركز الملكة عبدالعز التاريخي وحط لك نعم ولا لا طبعا الطلاب بعضهم يقول نعم بعضهم يقول لا طبعا هذا يعتبر سؤال متحيز سؤال متحيز ليه لأنه يمكن يجاوب مثلا مثلا يجاوب 30% من الطلاب نعم فيقول 30% من طلاب الملكة يحبون الذهاب إلى مركز الملكة أنت ما أعطيتني خيار ثاني أنت ما أعطيتني إلا خيار الذهاب إلى مركز الملكة عبدالعزيز التاريخي فبالتالي يعني بعض الطلاب يقولك والله أنا ما أنا محصل أي رحلة ثانية خلني أروح هذه الرحلة لكن لو حصل خيارات أخرى يمكننا يروح معها فبالتالي هنا رح نقول هنا أن هذا يعتبر سؤال متحيز هذا سؤال متحيز ليه لأنه أعطاني خيار معين طيب جاء قالك هل تحب الذهاب إلى حديقة الحيوان أو منتزه سلام طبعا هنا يعني أعطاني خيارين ما قصر ولكن يظل متحيز طيب أنا ما أحب أروح إلى حديقة الحيوان ولا أحب أروح يمكننا بغاء أروح مركز الملك عبداليز التاريخي يمكن لا والله نبغى أن نروح مثلا رحلة خلوية مثلا إلى البر يمكننا بنا نروح إلى مثلا مثلا مركز آخر أو متحف آخر نبغى نروح إلى أي مكان آخر فبالتالي نريد يعني يجب أن يكون السؤال هنا أيضا رح نقول أن هذا السؤال سؤال متحيز أيضا لكن لما جيك أقول لك في الفقرسي أين تحب الذهاب في الرحلة المدرسية وكل طالب يختار اللي يبغى ومن خلال إجابات الطلاب أنا راح أجمع أكثر الإجابات تكرارا وأقول والله أن عندي مثلا 20% من الطلاب رغبوا في مركز الملك عبداليز التاريخي ثنين قالوا أن يبغى نروح مثلا متحف صقر الطيران ثلاثة قالوا أن يبغى نروح إلى مثلا رحلة خلوية بهذا الشكل وطلعت على شكل نسب مئوية فبالتالي كذا ممكن أنا أطلع النتيجة فبالتالي يعتبر هذا سؤال غير سؤال غير متحيز إذن التحيز أيها الأخوة الكرام لا يكون أيضا في العينة فقط ربما يكون في السؤال فقط وهنا يعني أحب ألفت انتباه الجميع حقيقة طلاب وطالبات إلى الاستفتاءات التي أحيانا نلقاها في وسائل التواصل الاجتماعي يعني هذه الاستفتاءات التي دخلت مثلا وسائل التواصل الاجتماعي مثلا تويتر أو دخلت إلى أي موقع آخر يعني من هذا المواقع التي تطرح استفتاءات في الغالب إذا سلمت العينة المشاركة في الاستفتاء من التحيز فلن يسلم السؤال من التحيز يعني أنت يجب عليك قبل أن تشارك في أي استفتاء أنك تسأل نفسك الحين أنت طالب واعي وأخذت يعني فكرة هل الأين المشاركة معروفة أو لا ربما أحيانا يعني بعض الناس تروج الاستفتاءات مثلا يعني معادية للوطن أو تكون مضادة فبالتالي يروح بعض الناس ينساق ويعتبرها النتيجة يعني يقول شوف المجتمع في المملكة العربية السعودية كيف يفكر أو كيف يصوت أنت ما تعرف من وراء هذه الاستفتاءات فبالتالي يجب عليك أنك ما تشارك في استفتاء إلا إذا كان الاستفتاء هذا معروف منه قام فيه الجهة التي تقوم فيه جهة وطنية جهة محايدة جهة تبحث عن اللي هو الرأي بشكل صريح وما يكون والله المشاركين في الاستفتاء ناس مخفيين وإنما ناس معروفون وناس يعني من عامة المجتمع كذلك أيها الأخوة الكرام إذا سلمت أيضا العينة من التحييز فربما السؤال نفسه أحيانا يوجهك إلى إجابات معينة ربما أنت لا ترغب في أي من هذه الإجابات فبالتالي في الغالب الاستفتاءات التي تكون في وسائل التواصل الاجتماعي غالبا دائما تخضع للتحييز وغالبا يكون الهدف منه حقيقة استجلاب المتابعين أو استقطاب المتابعين لهذه الحسابات فحطنا تصويت متحيز حتى أجذب الناس المؤيدين لهذا الطرف والناس المعارضين وفي النهاية أنا كسبان من التفاعل من هذا الاستفتاء يصير فيه مكاسب مقصودة أو غير مقصودة أحيانا ولكن في الغالب المشاركة في مثل هذه الاستفتاءات لا يؤدي إلى نتيجة حقيقية ولن يقوم بأي تأثير حقيقي كونها أصلا غير معروفة المصدر وغير معروفة النتيجة وحقيقتها ناتي الآن لتحقق من فهمك أيضا قالك أيما يأتي يحدد أفضل مادة بالنسبة للطلاب دون تحييز قالك الفقراء هل تفضل المادة التي خرجت من حصتها الآن؟ يعني استاذ عبد الوهاب الأهل يشرح رياضيات مثلا وتقوله خلاص والله فعلا المادة هذه جميلة جدا وطبعا بتجامل الأستاذ أكيد وتقول نعم أفضل هذه المادة فهذا يعتبر سؤال متحيز لأنك جاملت الأستاذ اللي خارج الآن أو يجيك يقولك أيما تفضل أكيد العلوم أو الرياضيات أكيد هذا يعتبر أيضا سؤال متحيز لأن حدك بخيارين فقط لك لو جيت لك ما مادتك المفضلة هذا يعتبر سؤال غير متحيز هذا يعتبر سؤال غير متحيز طبعا سؤال غير متحيز ممكن واحد يقول والله أنا أفضل الحاسب الآلي واحد يفضل الرياضيات واحد يفضل الكيميا الفيزياء العلوم يعني بشتى الطرق لذلك نلخص الآن الشيء اللي احنا تعلمنا عندنا الدراسات المسحية دائما تستخدم في جمع البيانات والآراء ربما تشمل المجتمع كاملا وتكون تعدادا عاما وربما تشمل عينة محدودة من أفراد المجتمع وهنا نقول لنا تشمل عينة طبعا إذا كانت تشمل المجتمع كامل فستكون غير متحيزة ستكون غير متحيزة أما إذا شملت طبعا من حيث المستهدفين ستكون غير متحيزة ولكن من حيث السؤال ربما تكون متحيزة ربما تكون غير متحيزة من حيث السؤال فبالتالي يجب أن ننتبه لذلك أما إذا شملت العينة فيجب علي أن ينتبه من حيث المشاركين في الاستبيان أو في الاستفتاء أو في الدراسة هل الشريحة هذه متحيزة أو غير متحيزة ومن حيث السؤال أيضا هل السؤال متحيز أو غير متحيز ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى نوعين آخرين أيضا عندنا من دراسات عندنا دراسات التجريبية والدراسات القائمة على الملاحظة الدراسات المسحية قبل تكلمنا قلنا هي جمع بيانات وآراء الدراسات التجريبية والقائمة على الملاحظة الدراسة التجريبية هي دراسة تعني دائما أو يتخذ فيها إجراء يتخذ فيها إجراء لعلاج مشكلة ما لعلاج مشكلة ما مثلا الآن عندنا مثلا اللي هو مشكلة فايروس كورونا مثلا رحنا نريد أن نصنع لقاح لا بد من عمل دراسات تجريبية أن أجرب هذا اللقاح وأخضع مجموعة من الناس لتجربة هذا اللقاح لمعرفة والله فائدة هل هو مفيد أو غير مفيد فبالتالي هنا نستخدم الدراسات التجريبية أما الدراسات القائمة على الملاحظة فدورك فيها يقتصر على ملاحظة آثار جانبية لشيء معين سابق أبحث عن آثار لشيء سابق مثلا أبغى أن أعرف آثار تدخين على المدخن مثلا خلال عشر سنوات فبالتالي ليس من المنطق أن تروح للناس وتقول لهم جربوا التدخين لمدة عشر سنوات وأنا عشان أسوي دراسة وإنما أنت تروح للناس مدخنين مثلا منذ سنة منذ سنتين منذ ثلاث منذ أربع بهذا الشكل وتمسك كل شريحة من هذا الشراح وتقوم بدراسة وضعهم الصحي وبعد ذلك تخرج بنتائج لأثر التدخين على الفرد مثلا خلال عشر سنوات إذن أنا عندي دراسة تجريبية أقوم فيها في دور ما وعندي دراسة قائمة على الملاحظة أنا بس أتفرج وألاحظ وأسجل وأدون النتائج خلونا نشوف المثال التالي قالك حدد ما إذا كان كل موقف ما يأتي يمثل دراسة تجريبية أو دراسة قائمة على الملاحظة وفي حالة دراسة تجريبية أذكر كل من المجموعة الضابط أو المجموعة التجريبية ما هي المجموعة الضابط أو المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة دائما في الدراسة التجريبية أنا راح أقسم المجتمع أو راح أقسم الناس اللي بسوي عليهم الدراسة إلى قسمين قسم أجرب عليهم وقسم بجرب عليهم ولكن أعطيهم دواء شكلي يعني شكلا هو دواء لكن فعليا ما في دواء يعني أعطيهم نفس الحبوب وهم ما يدرون أصلا أن هذا دواء ولا ما هو دواء هو يتوقع أنه قاعد يأخذ دواء عشان تصير الظروف وحده أنا فقط اللي أعرف أن هذا تبع المجموعة التجريبية وهذا تبع المجموعة الضابطة وش الفائدة؟ الفائدة أني أنا في النهاية راح أقارن أقارن الوضع ما بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجربية إذا لقيت التحسن والله عالي إذا أقول أن الدواء والله هذا لا أو لقيت لقدر الله مثلا سبب يعني تدهورت حالتهم فهنا الدواء يعني أدى إلى نتيجة سلبية أما إذا كان والله في ارتفاع ولكن ارتفاع بسيط والله ما يستاهل والله أدفع في هذا الدواء والني أتعب عليه لا بد أني أطور هذا العلاج حتى ترتفع نسبة الشفاء منه بإذن الله تعالى فبالتالي هذه المجموعة التجربية والمجموعة الضابطة خلونا نشوف المثال ثلاثة قال كاختر ميتين طالب نصفهم خضعة لأنشطة إضافية في مادة معينة وقارن بين درجاتهم في تلك المادة لاحظ هنا أن نصفهم خضع نصفهم خضع وخلص يعني زي ما يقول خضعوا من زمان فكون خضع هل أنت سويت شيء؟ لا أنت كلها قاعد تقارن وتلاحظ فبالتالي هنا نوع الدراسة التي ستستخدمها دراسة قائمة على الملاحظة دراسة قائمة على الملاحظة لأن الدراسة التجربية تتطلب منك إجراء تتطلب أن تقوم أنت بإجراء معين قال لك اختر ميتين طالب وقسمهم عشوائيا نصفيا وأخضع شوف الفرق بين خضعة وبين كلمة وأخضع خضعة هم خضعوا وخلصوا أما أخضع هذا معناها أنت قاعد تقوم بإجراء قاعد تقوم بإجراء إحدى المجموعتين لبرنامج تدريبي معين أما الأخرى فلا تخضعها لأي برنامج تدريبي فهنا نقول دراسة تجريبية هنا نقول أن هذه دراسة تجريبية ولكنها ستكون متحيزة ليش متحيزة؟ لأن الأشخاص اللي موجودين يعرف هو دخل برنامج تدريبي ولا ما دخل برنامج تدريبي ففي ناس دخلت وفي ناس ما دخلت البرنامج التدريبي فبالتالي أنا أعرف لكن لما يصير دواء الدواء كلهم يأكلون نفس الحبب شكلياً هو نفس الحبوب ولكن هذه فيها علاج فعلي وهذه فيها علاج شكلي فبالتالي هنا ستكون غير متحيزة ولكن في هذه الحالة ستكون دراسة تجريبية ولكنها متحيزة نشوف الثلاثة قالك اختر ثمانين طالباً جامعياً نصفهم درس الإحصاء في المدرسة التنوية وقارن نتائج المجموعتين في مساق الإحصاء تم تدريسها في الجامعة كونهم درسوا وانت ما قمت بأي إجراء فعلى طالب أقول لنا هذه دراسة إيش دراسة قائمة على الملاحظة دراسة قائمة على الملاحظة لأن ما فيها أي إجراء أنا قمت فيه وبذلك يعني نلخص أيضاً مفهوم الدراسات التجريبية وقائمة على الملاحظة قالنا الدراسات التجريبية تستخدم لمعالجة مشكلة ما تتطلب إجراء عملي لازم أنا أقوم بإجراء عملي على المستهدفين من هذه الدراسة يكون عندي مجموعتين مجموعة ضابطة ومجموعة اللي هو تجريبية نسميه مجموعة تجريبية اللي نجرب عليهم ومجموعة ضابطة بس عشان أنا أشوف أو أقدر أقارن فيما بينهم أما الدراسة القائمة على الملاحظة تستخدم لآثار مشكلة سابقة مشكلة قديمة أنا قاعد أدرس آثارها لا تتطلب إجراء سوى البحث والتحليل يعني ما أسوي أنا إلا أن أقارن وأسجل وأبحث بهذا الشكل طبعا المستهدفين سيكون مجموعة واحدة أنا أروح أجيب طلاب بشكل عام وألاحظ أجيب بهذا الشكل ليس مثل الدراسة التجريبية اللي تتطلب فعلا أن يكون عندي مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة وبذلك نكون بحمد الله تعالى أنهينا اليوم قسمنا أخذنا اللي هو أنواع الدراسات الثلاث النوع الأول تكلمنا عن التحيز وأنواعه النوع الثاني طبعا عندنا اللي هو الدراسات المسحية والنوع الثالث اللي هو الدراسات القائمة على الملاحظة غدا بإذن الله تعالى راح نجيب أمثلة وراح نشوف كيف نختار نختار الدراسات المسحية ولا التجريبية ولا الدراسات القائمة على الملاحظة ما هو النوع الأنسب من الدراسات لكل حالة من هذه الحالات كذلك سنتكلم عن الارتباط السببية و نؤجل فقرة التقويم أيضا إلى الدرس القادم لضيق الوقت إن شاء الله بإذن الله تعالى راح نتابع معكم في هذا المنهج في الختام أشكركم لحسن المتابعة و نلتقيكم على خير في الدروس القادمة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته